شهدت الأسواق المحلية في محافظة كربلاء المقدسة ارتفاعا بأسعار المواد الغذائية بنسبة تراوحت من 20 إلى 30% بعد قرار الحكومة العراقية بخفض قيمة الدينار العراقي الشارع الكربلائي اشتكى من وجود استغلال وصفوه بالكبيرة من قبل بعض التجار وأصحاب الأسواق الغذائية بنسبة فاحشة وتبيرة مقارنة بالأسعار المعتمدة سابقا الرفع للمنتجات الغذائية والمنتجات النفطية جميع السلح الاستهلاكية للمواطن بنسبة 100% مع العلم التخفيض العملة كان بنسبة 25% لذلك نطلب من الجهات الحكومية ومن البنك المركزي أو من الجهات ذات الإختصاص بوضع رقابة على التجار من خلال بيع السلح بسعر مدعوم الحكومة ما فكرت بالشعب ما فكرت بالمواطن بنصعد الدولار زيان المواطن شو سوى هالمواطن الفقير كل المواطن صعدت كل الأمور صعدت 100% صار صعود الدولار الساعة حاليا 90% 100% دولار صعودة حاليا والمواطن ما عنده وكل المواطن جاء نستاردها من الخارج كل الصعود هذا زيان هالمواطن يجيب زيان الدولة والحكومة من قرأت هاي الموازنة وموازنة ما فكرت بالمواطن مواطنون كربلائيون دعوا إلى اعتماد آلية مناسبة لأسعار المواد الغذائية الأساسية وعدم السماح لأي جهة بالتلاعب ورفع الأسعار وفقا لأهوائها لحماية الفقراء ومحدودي الدخل والحفاظ على الأمن الغذائي للمواطن الموظفين وأصحاب الدخل المحدود المتضررين الأكبر بهذا الموضوع إنتاج وطني ما عندنا سعر صرف الدولار يأثر على مضايعنا من 90 إلى 95 من المواد الموجودة هي مواد مستوردة لو كان بأنه إنتاج محلي حتماً رح يصير تغيير بالموضوع بس يكون ثقلة يكون أقل على المواطنين صرف الدولار طبعاً أثر هواي على المواطن زيان خاصة الدرجات الضعيفة كل شي أثر وهس صار أكون تأثيرين على المواطن التأثير الأول هو صرف الدولار والتأثير الثاني خفض الرواتب أجن الثيانات من نفس الوقت أثراً على المواطن بشكل كلش كبير وحذر خبراء اقتصاديون ونواب من تداعيات رفع صرف الدولار الأمريكية أمام الدينار العراقية والتي ستزيد من معدلات الفقرة بين العراقيين بالإضافة إلى نتائج كارثية على طبقة الفقراء ومحدودي الدخل من كربلاء المقدسة محتزي العبودي زكراً تيوي زكراً تيوي زكراً تيوي